نوم لو واجهته بالطريق أو بجسر معين أحد الأشخاص اللي ينتحر شو راح تنصحوه؟ أكيد راح ناخده بالأسلوب الليين نفتح للمجالات الحياة شون نفتح لأمور قدامه نوخر السلبيات اللي أمامه نهد الوضع يمكن يكون أفضل نتوجهه للي هسه اللي دي يشوفنا ممكن عنده دافع يروح ينتحر شون رسالة يتوجه لياه؟ أوجهه أن الحياة مواقفة على هاي المشكلة اللي أنت بيها حاول تبحث عن حلول أخرى حاول لابد يعني الله سبحانه وتعالى أمطيك عدة إمكانيات عدة حلول في داخلك في دائر مدايرك محيطك أهلك أسرتك مجتمعك توجه بطلب المساعدة لازم أكو ناس يقدموا لك المساعدة وتنحل المشكلة إن شاء الله ماكو شي ما لحل اليوم لو تشوفون ماشين بالشارع أو على الجسر وشفت واحد يريد انتحر شتنصحون أنا انتحر قبل السبب علي يلوش نقول لي لا ما يصير ونقول الله موجود والله كريم بكت هاي إن شاء الله أزمة وتعدي وخير من الله بلدنا ترى لا تنسى والله خير من الله لتصدق واحد مات من جوع هاي لا تصدق بيها خير من الله وخير من الله والله العلي العظيم رسالة توجهها خير شي قد يكون هناك من يشاهدنا الإنوي الانتحر شتتوجه للرسالة؟ والله نقول له إن شاء الله المستقبل أفضل اتجه لله إن شاء الله مسارك أوضح يكون إليك تتخذ خيارات صائبة أكثر أنت وراك جهاز عائلة أخ صديق كلهم يهتمون إلى شأنك إن شاء الله يعني الوضع يتحسن أفضل وتتخذ القرار الصائب يعني يجز واحد يسمعنا ويقول أنه ينتحر شو نقول له شو نوصل لرسالة؟ طبعا أشجعب إنه لا ينتحر يدور لشغل يشتغل أي شي حتى يعيش عائلته إنه مو إلا ينتحر أو الدنيا ما توقف على شي نقول مهما يكون ما توصل الحال إلى الانتحار لا مهما يكون ما توصل الحال إلى الانتحار لا لأنه هذا شي حرام ترجمة نانسي قنقر